يا أيها السلفي خذ بنصيحتي واسمع هديت إلى رضا الرحمن لا تقترب نحو الجدال فإنه داء يشكك في عرى الإيمان ودع التعاصب للرجال فإنه دين اليهود وزمرة الشيطان واشكر حماة العلم وعرف قدرهم واحذر سبيل مجرح فتان والزم سبيل السالفين فإنهم نور يدل التائه الحيران واحذر سبيل الظلم والعدوان لا تظلم وخف من نقمته الديان أشغل زمانك بالعبادة والتقى والعلم والتعليم كل أراني وترك بضاعة من تردى سوقهم في نيل عرض فلانة وفلان واخلع مصاحبة الجهول وذي الهوى من كل مبتدع وعيش بأمان ودعي الكلام بما يضرك قوله لا تحقر الذرات في الميزان وإذا تنازع عالمان بدعهما للشرع لا للظلم والعدوان لا تنتصر للنفس أو لمعظم من غير مادين ولا برهان فالكل آتم في القيامة وحده والحكم لله العظيم الشاني ودعي الكلام عن الرجال لعالم عدل تقي صادق الربان وصن اللسان عن الشتائم والأذى كم باللسان يزف للنيران واحذرت سر بزلة من مسلم وقل المحامد للذي عافاني واستر عيوب الغافلين وقل ولي عيب وسيتر الله قد غطاني وافرح بتهوبة تائب واحفل به وكأنه ما جاء بالعصيان إياك وأتعي رفي ذنب مضاء من تائب فالله ذو الغفران فاقبل نصيحة مشفق في نصحه والزم بها يا صاح كل زمان